النهاردة بقى هنعمل وصفة من الحاجات الشتوية الجميلة والمفيدة والمغزية قوي قوي محتاجين النهاردة أرع عسل دي وزنها تقريبا كيلو لو عندك الحجم الكبير قسميها زي ما انت عايزة أرع عسل أو يقطين معايا كوباية حليب معلقتين سكر معلقتين اشطى معلقة دقيق ونص معلقة فانيليا وصفتنا سهلة خالص وما فيهاش اي تعقيد وطعمها طحفة يلا بينا بقى نشوف هنكمل وصفتنا ازاي دلوقتي بقى نجهز البشاميل الحلو مع بعض عندي هنا الكسرولة حطيت فيها قطعة زبدة حوالي 8 جرام وجهزت عندي الفانيليا والدقيق والاشطى والحليب عندي هنا خلاص الزبدة كده هضيف معلقة الدقيق تمام كده واضيف الحليب واحدة واحدة كده وافضل اقلب فيه عشان ما يبقاش فيه تكتلات دلوقتي هضيف له السكر الفانيليا ومعلقة القشطى تمام كده البشاميل الحلو جهز عندنا وطبعا مقدار السكر ده بتاعك يعني انت بتحبي بقى سكر زيادة فزويدي سكر تمام انا كده خلصته هنجيب بقى القرع عسل بتاعنا ونعمله هنا عندي القرع بتاعي بعد ما جهزته وقطعته بالشكل ده هحطه بقى اسلقه مش هيحتاج حاجة هي بس القرع والسكر هو ما بياخدش سكر كتير لانه هو محلوه طبعا حتة الحلاوة دي بتاعتك انت بقى براحتك يعني انت الحتة دي زي ما تحبي دلوقتي حطله المية السخنة وهسيبه لحد ما يشرب المية دي كلها هسيبه على النار يغلي لحد ما يشرب المية دي كلها هوريهولكم بقى بعد السوا بيبقى عامل ازاي عندي هنا القرع اهو بعد ما استوى ههرسه بقى كله كده ودقيه بقى انت على حسب رغبتك في السكر يعني انا حطت له المعلقتين انت عايزة بقى تبقى سكر زيادة تحطيله سكر وهو بيتسل اللي مش متعود على اكل القرع العسل كده يجربه تعمه حلوة قوي وكفاية كمان يعني رسولنا عليه ويافضل الصلاة والسلام كان بيحبوا من الاكلات المفضلة عنده فجربوه وحاولوا ادخلوه مع الاكل بتعمل كمان شربة هعملها لكم ان شاء الله تبقى تحفة ولذيذة قوي 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 ومغزية جدا انا بقى هكمل كده هرس فيه وهوريكم وشكله هيبقى عامل ازاي في الاخر كده شكله بعد ما تهرس وتمام حضر البايريكس بتاعي والبشاميل هاخد كده معلقة من البشاميل وبعدين اخد القرع هنزله وبعدين اضيف البشاميل اللي حضرناه مع بعض واندخله على الفرن هندخله من تحت شوية هندخله من تحت شوية ياخد بس كده طعم الفرن يعني مش هيكمل حوالي 7-8 دقايق من تحت وبعد كده هرفعه تحت الشواية تمام؟ هندخله بقى الفرن ووريكم شكله ازاي عندي كده القرع العسل بتاعي جاهز شكله كده يفتح النفس تمام؟ عندي بقى هنا مكسرات عندي لوز وعندي فوزدق اللي مش حابي بيحط مكسرات براحته ما يحطش متوفر حطي هنزينه بقى ازاي نمسك مثلا ان يجيب اي طبقة عندنا كده نقلبه اهو كده شكله النهائي بعد ما قدمناه طالع من فرن ما عنديكش مكسرات زي ما قلتلك ما تخطيش مفيش اي مشكلة هو طعمه حلو قوي من غير أي حاجة ودي كانت وصفتنا النهاردة يارب تعجبكم وتجربوها وتقولوني إيه رأيكم وما تنسونيش في اللايك وشير وسابسكرايب أشوفكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من وصفات بنت حميدو في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة